أيضا في العراق لموازنة عامة حتى اليوم وسبب عجز البرلمان عن أقرارها يكمن في خلافات شهدتها اللجنة المالية حول قضية تعديل بعض البنود المتعلقة بإقليم كردستان واقع قد يؤدي إلى تفجير أزمة جديدة لا سيما أنه أتى بعد أعلان الإطار التنسقي عن الاتفاق مع الاتلاف اتلاف إدارة الدولة على موعد جديد لتمرير الموازنة فمن يقف خلف الانقلاب داخل اللجنة المالية البرلمانية التي تضم ممثلين عن أغلب القوى السياسية فرضية يجري الحديث عنهما في سياق الإجابة عن ذلك السؤال أولا حصول تمرد من قبل الإطار على رئيس الحكومة محمد السوداني الذي راعى الاتفاق المالي مع كردستان قبل أقل من شهرين ويقول المثلمون بتلك القضية إن هدفها عرقلة صعود شعبية السوداني وتحوله إلى زعيم يزاحم القوى السياسية التقليدية أما الفرضية الثانية فتتحدث عن خطة من التحالف الشعي بالاتفاق مع السوداني لمعاقبة بعض القوى السياسية التي كانت متحالفة مع زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر وصد الطريق على أي محاولة لإعادة أحياء تلك التحالفات ويذكر أن أبرز التعديلات الأخيرة على الموازنة تضمنت إلزام أقليم كردستان بتسليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية أو استخدامها محليا في المصافي العراقية وتعديل آخر أيضا يتعلق بإلزام كردستان تسليم حصتها من النفط قبل أعطائها استحقاقاتها المالية وإداع إرادات النفط في حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي تحديدا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر